في إطار جهود الدولة للارتقاء بقطاع البترول شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة توقيع اتفاقية تطوير نظم ممارسات السلامة في قطاع البترول وتتضمن الاتفاقية التعاون في تنفيذ مبادرة لإطلاق مركز تدريبي متطور للسلامة في قطاع البترول وفقا لأحدث المعايير العالمية لممارسات السلامة وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح في مصر من المؤسسات وشركات البترول العالمية ويستهدف المركز التدريبي المتطور للسلامة العاملين بالمشروعات من كافة التخصصات ومجالات العمل وليس مرحلة للإنشاء فقط